عارف شعور زي ما يكون جواك مئة ألف حاجة محتاج تعملها بجد بس مش بتبدأ بيكون عندك خطط كويسة فعلا وأفكار مفيدة ليك وللناس لكن مش بتتحرك وفي نفس الوقت انت برضو مش عارف انت واقف ليه حل النقطة دي علشان تفهمه لازم تعرف نقطة مهمة جدا الأول كل إنسان فينا بيعيش في ثلاث محاور أساسية بيتفرع منهم كل أمور حياته اللي ممكن بعضها واقف فيها ومش عارف يتحرك أو يمكن مكسل يمكن المحور الديني المحور الاجتماعي والمحور النفسي كل إنسان فينا في حياته مطلوب منه ان يسعى في الثلاث محاور دول وبنختلف من بني آدم للتاني في مدى نجاح كل واحد فينا على كل محور لكن برضو مش فاهم يعني ليه مش بعمل حاجة وقاعد مكاني مع إن جوايا هموت وتحرك إيه اللي ممكن يركع شغفي أو حتى على الأقل يدفعني علشان أكمل في المحاور دي خصوصا إن بعضهم أنا متقدم فيه جدا ومحقق فيه نتايك كويسة جدا جدا والبعض الآخر فأنا ضايع فيه ماشاء الله بامتياز بدأت أسأل نفسي سؤال يا ترى لو في مني نسختين على كل محور واحدة بتشتغل على نفسها بجد والتانية بتتكاسل أو يعني بتحب تريح دماغها النسختين دول تقابلوا بعد سنة من دلوقتي يا ترى شكل النسخة اللي مكبرت دماغها هيكون شكله إيه لما تقابل نفسها اللي كانت بتشتغل وبتتعب بجد مش ممكن تحط وشها في الأرض أو حتى يمكن تستخبى منها من الإحراج اللي هتكون فيه طيب تخيل معايا كده بني آدم حب يطور من نفسه علميا وبدأ ياخد كرسات ويذاكر لحد ما حصل على شغل بعائد مادة كويس وارتح في معاشته وبدأ يحقق المستوى اللي كان بيحلم بي والشخص ده قابل بعد سنة من سعيه نفس نسخته التانية اللي لسه بتضيع في وقتها أو بتستقل تبز المجهود وهي ما زالت مكانها ما نجحتش في حاجة بتتمنى وبس أو دينيا مثلا بنت خدت قرار الحجاب وتحجبت وشافت نسختها اللي كسلت تلبسه بعد سنة من لبس الحجاب يا ترى النسخة المتكسلة دي مش هتكون محروجة من نسختها لنجحت ده مش بعيد كمان ممكن النسخة للنجحت دي تجري على النسخة التانية تسطر شعرها لانها مش هتستحمل تشوف نفسها بالمظهر القديم إيز بقى على ده بقى كل المحاور التانية يا ترى لما النسختين يتقابلوا انت هتكون النسخة اللي نجحت ولا اللي بتحاول تدفن رأسها في التراب حياءا من النسخة التانية علشان أكيد المقابلة دي هتحصل يوما ما سواء حصلت جواك أو جوا عين أهلك أو جوا عين صحابك ففي النهاية لازم تحصل فشوف انت محتاج تكون أنهي نسخة من الاتنين يوم ما تقابل نفسك لان الحياة مش هتجب لك مصباح حلاق الدين وانت قاعد وزي ما قال كريم إسماعيل العالم مليان بناس موهوبين فعلا ولكن ما عملوش حاجة فبلاش تبقى واحد منهم وافتكر إن الدنيا مش هتديك اللي انت عاوزه على طبق من فضة طالما انت ما تحركتش مهما كانت الرغبة جواك قوية فأرجوك ركز على محورك علشان انت لما تنجح فعلا هتعرف وقتها النسخة المتكسلة منك دي كانت قد إيه سيئة وإنك مش فاشل ولا حاجة بس انت فعلا كنت مريح حبتين هم يا صحبي واستناني في الحلقة الجاية أنا رايح فين أنا راجع تاني بالمناسبة ده اسم الحلقة وطبع مش محتاج إن أنا أقول لك لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وطبعا لو قناة عجبتك أعمل سبسكرايب متنساش تتابعنا على بقى المنصات هتلاقيها تحت الفيديو سلام يا صديقي